أن نقرأ بعض كلمات واضحة جداً ومطابقة للمصحف الذي بين أيدينا اليوم انظر الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات هذه صورة طاهم صورة طاهم نعم وقبلها صورة مريم الترتيب هذا أحد العلماء المسلمين هناك إمام مسجد في برمانجهام يؤكد أن هذه المخطوطة استدعوه ليدرس التطابق بين هذه المخطوطة وبين القرآن أن هذه القضية مهمة والله لو وجدوا اختلافاً بسيطاً لأقاموا الدنيا وأقعدها ولكن لم يجدوا شيئاً فأقفلوا على هذا الموضوع الله أكبر ومن نيروا بالنور هل ليبشروا آياته فيها الهدى أين المعاند ينظروا والروح يقرأ وحياه في كل عصر يبهروا وخاتم الكتب التي من عند رب تبشروا سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تعالوا أحبة الكرام في هذه الحلقة المصرية كما الحلقات السابقة نعيش مع حفظ الله لكتابه لأنه ظهر من يشكك في ذلك مع الأسف نحن نوقن كمسلمين أن الله قد حافظ كتابه ولكن تعالوا لنرى ماذا قال العلم وفي رحاب هذا الكوكب المنير في عالم الأجاز العلمي للقرآن الكريم نلتقي مجددا مع فضيلة الدكتور الأستاذ عبد الدائم الكحيل مرحبا بحضرتكم مرحبا وأهلا وسهلا بكم دكتور برك الله فيك دكتور يكسر الكلام مع الأسف على بعض الألسنة يقول البعض كمقلاء على انترنت وإن كانت قضايا شائكة لكن لابد أن نطرحها حتى نعرف الجواب الشافي يقول البعض أن هناك نسخ للقرآن يعني تخالف النسخة الأصلية الموجودة بين أيدينا بماذا رد العلم فضيلة الدكتور على هذه الشبهة المصارى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحقيقة أنت اليوم إذا أردت أن تحفظ أي كتاب أو ملف تقوم بإعطائه مثلا شفرات خاصة برمجة خاصة صحيح طريقة معينة للحفظ الخالق عز وجل أراد أن يحفظ كتابه لأكثر من ألف وأربعمائة سنة حتى يريث الله الأرض ومن عليها جميل كيف سيحفظ هذا الكتاب بوسائل بدائية في ذلك الزمن حتى في مكة كان الذين يكتبون أو يجدون القراءة والكتابة يعدون على الأصابع قلائل جدا كتبت الوحي في هذه الظروف أنزل الله أعظم كتاب على الإطلاق وأودع فيه ميزة عجيبة جدا أن طريقة رسم كلماته تتفق مع لهجات العرب فكل واحد يقرأ نفس الكلمة ولكن بلهجته لذلك هناك قراءات سبع وقراءات عشر وقراءات أربعة عشر معروفة للقراءة الكلمة نعم الميزة الثانية أن هذا القرآن سهل الحفظ سبحان الله الكتاب الوحيد الذي يمكن أن تحفظه هو القرآن الكريم الكتاب المقدس الحالي الموجود حاليا ما يسمى بالكتاب المقدس علميا غير قابل للحفظ في صدر أي إنسان سبحان الله الميزة الثالثة أن هذا القرآن له طريقة خاصة في إيقاع الكلمات وفي تكرار الكلمات بحيث أن دماغ الإنسان يتجاوب مع هذا الكلام مباشرة فيدخل هذا القرآن إلى صدره وعقله من دون أي جهد الله أكبر لذلك الله تعالى لم يقل إننا نحن نزلنا القرآن لم يقل إننا نحن نزلنا الكتاب صحيح لم يقل نزلنا الفرقان الذكر وكله أسماء للقرآن نعم اختار الذكر لماذا اختار الذكر؟ لأن صفة الذاكرة موجودة في القرآن ذاكرة القرآن وعلاقتها مع ذاكرة الإنسان وتجاوب هذه الذاكرة منسجمة منسجمة وبالتالي لو قال أنزلنا الكتاب الكتب يمكن أن تحرف سبحان الله نزلنا الفرقان يمكن أن يتلاعب به ولكن الذكر أي أنه سيحفظ من خلال ذاكرتك أيها الإنسان وبالتالي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هذا يفسد يا دكتور الناس اللي هم حتى غير العرب طفل تجدوا ست سنوات ذاكرته تحفظ القرآن كاملا بالرقم الآية والصفحة وكلام منطق سبحان الله لو لا وجود نظام رقمي في هذا القرآن مبرمج لا يمكن لأحد أن يتمكن من حفظه بالأرقام وبأرقام الصفحات وأرقام الآيات نعم عجيب عجيب سبحان الله طيب الآن ظهر بعض الباحثين يشككون بهذا القرآن ويقولون هناك نسخ اكتشفت حديثاً مثل مخطوطات صنعاء التي اكتشفت مؤخراً ألاف المخطوطات تخالف القرآن الكريم الذي نعرفه اليوم هذا كلام المشككين نعم نعم أنا أقول كيف كانت تقرأ سورة الفاتحة اليوم لدينا ملياري مسلم في العالم يقرؤون الفاتحة هل كان لها شكل آخر أعطونا السورة القديمة الحقيقية هذا غير موجود الإثبات الدقيق الذي جاء سبحان الله جاء من أقصى الغرب من جامعة بيرمينغام جميل اكتشفت هناك مخطوطة عمرها أكثر من 1400 سنة تعود لعصر النبي أو أحد الذين عصروا مخطوطة للقرآن نعم هذه المخطوطة كيف استنتجوا هذا الزمن فحصت من خلال ما يسمى معجل جامعة أكسفورد هناك لأن هذا المعجل غير موجود في كل بريطانيا فقط في أكسفورد وهذا يقيس عمر الورق بدقة من خلال تقنية الكربون المشعة سي 14 معروفة بالنسبة لمن يهتم بهذا المجال فهذا الباحث الذي يدعى البروفيسور ديفيد توماس وهو أستاذ دراسات اللاهوت والأديان المقارنة في جامعة بيرمينغام نعم وهو متخصص في هذا المجال يقول كلاما عجيبا كيف يتطابق القرآن الحالي مع هذه النسخة التي تعود لعصر النبي أو من عاصره صلى الله عليه وسلم ويمكن إذا أحببت أن نرى التقرير حرفيا لكي يقتنع وهو يتكلم بنفسه نعم طيب يعني مفاجأة أننا نسمع هذا الكلام من عالم أظن أنه ليس مسلم ليس مسلم سبحان الله وتأخذ منه الشهاد نعم الانسخة If it is what we now think it is is very important indeed Islam is associated of course with the Prophet Muhammad and he lived in the late 6th and early 7th century now this manuscript could well have been written just after he died the parts of the Koran that are contained in those fragments are very similar indeed to the Koran سمعت هذا الباحث ماذا يقول قريب جدا القرآن الحالي مما رأيناه من مخطوطة عود للقرن السابع الميلادي هذا اعتراف أحد باحثي الغرب الذي فحص هذه المخطوطة علميا فأتمنى أن أسمع رد الملحدين على هذا البروفيسور الذي يؤكد أن القرآن لم يحرف بارك الله فيك يا دكتور طبعا بعد هذه المشاهدة أقول لمن يسمعنا إننا نوقن كمسلمين للمرة الألف أو المليون أن كتاب الله هو الكتاب الموحى به والمنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنا نعرض هذه المشاهد ونعرض هذه الشهادات لغير المسلمين وإنما لنخاطب بها غير الموحدين أو الملحدين أو المشككين حتى يوقنوا جميعا بالعقل وبالحجة أن هذا كتاب الله تبارك وتعالى وليهتدي من يهتدي وليضل من يضل أنزله بعلمه أهلا بكم من جديد أحبة الكرام مع استكمال الرحلة الإيمانية مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ونستعرض معكم هذه الحقائق الجميلة والجليلة التي تطفي على القلب حلاوة الإيمان ولزة اليقين فضل الدكتور في ألمانيا قبل سنتين أو ثلاثة أعتقد 2014 اكتشفت مخطوطة مضى عليها مئات السنين في ألمانيا ولكنها يعود زمنها أيضا لما بعد النبي بقليل إلى القرن السابع الميلادي أيضا سبحان الله هذه المخطوطة عندما قمت بتحبيلها من موقع جامعة تومنجن على ما أعتقد وقمت باستعراضها وجدت تطابقا بنسبة 100% مع القرآن الحالي الرسم العثماني الذي بين أيدينا سبحان الله لا توجد اختلافات لا في كلمة ولا في حرف ولا في ترتيب سورة أو ترتيب آية سبحان الله كل صفحات المخطوطة المعروضة كيف زعبت هذه المخطوطات إلى هؤلاء الغرب طبعا هم عندما نهبوا بلاد المسلمين نهبوا ثرواتهم العلمية وهناك تقرير نشره أو فيلم القناة الثانية في التلفزيون الألماني قال الباحث بالحرف الواحد إن أكبر عملية سرقة وتزوير في التاريخ قمنا بها نحن الأوروبيين من بلاد المسلمين فأخذنا مخطوطاتهم ثم نزعنا اسم المؤلف ووضعنا اسماءنا عليه ونسبناها لنا وهي منسوبة للمسلمين ومع ذلك يلف الزمان ويعود ليثبتوا لنا بما معهم من كنوزنا أن قرآننا هو الحق هذه النسخة التي تحدثنا عنها آنفا نعم نسخة برمنغام الجميلة جدا هي آيات من سورة طه يمكن إذا أحببت أن نرى بعض مشاهد عرضت على موقع الجامعة هناك جميل ونحن أخذناها من عندهم ونريد أن يطلع عليها المشاهد الكريم ليرى ماذا يقول العالم غير المسلم والعالم المسلم جميل ماذا يقولون عن هذه المخطوطة وهذه الدقة سبحان الله ويمكن إذا ظهرت الآن أمامنا أن نقرأ بعض كلمات واضحة جدا ومطابقة للمصحف الذي بين أيدينا اليوم انظر الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات هذه سورة طه سورة طه نعم وقبلها سورة مريم سبحان الله الترتيب هذا أحد العلماء المسلمين هناك إمام مسجد في برمنغام يؤكد أن هذه المخطوطة استدعوه ليدرس التطابق بين هذه المخطوطة وبين القرآن لأن هذه القضية مهمة سبحان الله والله لو وجدوا اختلافا بسيطا لأقاموا الدنيا وأقعدها ولكن لم يجدوا شيئا فأقفلوا على هذا الموضوع الله أكبر قال لهم هذا الشيخ إن التطابق وهو يقرأ الآن على فكرة بالرسم الأول هذا غير منقط أي خط الحجازي هذا الجميل نعم يقرأ أمام هذه الباحثة وهو يحفظ بصما يقرأ آيات من سورة طه يحفظها بصما وهي تستغرب كيف يحفظ كلام كتب قبل 1400 سنة طب وغير منقط هذا الكلام غير منقط سبحان الله الله أكبر لذلك ثبت لديهم في الغرب أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون مختلفا أو أن يكون متناقضا أو أن يكون هناك نسخ أخرى غير هذه النسخ التي تطابق القرآن الحالي الذي نعلمه اليوم الله أكبر طيب عندما تحدى الله الإنس والجن وعندما قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون هل يستطيع محمد عليه الصلاة والسلام أن يدعي بأنه سيحفظ القرآن بعد موته لا يمكن صلى الله عليه وسلم أنا أعطيك ومضة بسيطة فقط من القرآن تدلك على ألوهية هذا القرآن قل ذات مرة إذا أردت أن تتعرف على المسيح فقرأ القرآن إذا أردت أن تتعرف على مريم عليه السلام فقرأ القرآن الله أكبر الكتاب المقدس عندما تقرأه لا تجد كلمة مريم تتكرر إلا عدة مرات أربع أو خمس مرات مرة مريم المجدلية ومرة مريم الأخرى ولا يوجد أي تكريم لها ولا كلمة تكرم هذه المرأة العظيمة القرآن كرم مريم في أربع وثلاثين مرة ذكرت في القرآن أكثر من اسم محمد اسم محمد أربع مرات سبحان الله سورة مريم سورة كاملة في القرآن يا مريم انظر هذا الخطاب الله إن الله اصطفاك الله وطهرك واصطفاك على نساء العالمين جميل أيها الملحد أعطني عبارة واحدة في أي كتاب تكرم هذه المرأة العظيمة كما كرمها القرآن الله أكبر لا يوجد لا يوجد ولن يعثروا ولن يعثروا حتى نحن قمنا ببرمجة هذه كلمات للكتاب المقدس وغيره من الكتب طبعا جب على البرامج ونتج لدينا نتائج مذهلة تدل على أن الكتاب هنا محرف بينما القرآن مصدره إلهي وحفظ بحفظ الله وأثبتنا ذلك بلغة الأرقام سبحان الله يدعون أن القرآن كتاب إرهاب كلمة إرهاب لم تذكر ولا مرة في القرآن سبحان الله فقط كلمة ترهبون في مجال علم النفس العسكري ذكرت في مجال محدد نعم السيف ذكر كثيرا في الكتاب المقدس مئات المرات أكثر من مئتين مرة في القرآن لم يذكر ولا مرة واحدة سبحان الله العلي القدير سبحان الله الرحمة ذكرت أكثر من العذاب في القرآن صحيح رحمتي سبقت غضبي نعم عدد كلمات الرحمة نعم لو قمنا بجمع أسماء الله الحسنى في القرآن سوف نجد آلاف المرات لأن اسم الله فقط 2699 مرة جميل الرحمن 57 مرة الرحيم 115 مرة وكلها تتكرر عشرات أو مئات المرات لتجد نفسك أمام آلاف الصفات التي تتعلق بالرحمة يعني خذ أول آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تصور آخر آية من القرآن من الجنة والناس سبحان الله كأن الله يريد أن يقول لك إن هذا القرآن رسالة من الله إلى الناس هنا أحب أن أعطيك معجزة سريعة أختم بها بسم الله الرحمن الرحيم أربع كلمات صح؟ طبعا الفاتحة هي السبع المثاني رقم سبع محوري في القرآن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم أربع كلمات من الجنة والناس ثلاثة المجموع سبعة سورة الفاتحة تسعة وعشرين كلمة سورة الناس عشرين كلمة أنا فقط أخذك إلى أول القرآن وآخرين نعم تسعة وعشرين زائد عشرين تسعة وأربعين يساوي سبعة في سبعة من ضعفات الرقم سبعة عدد حروف الله في سورة الفاتحة هو رسالة من الله كما قلنا نعم الألف تكرر في سورة الفاتحة 22 مرة اللام 22 مرة المجموع كام أربعة وأربعين أربعة أربعين الهاق خمسة المجموع كام سبعة وأربعين ماذا يساوي مضاعفات سبعة في سبعة نعم ليس مضاعفات هو سبعة في سبعة نعم سبعة من المثال أيوة أخذك إلى آخر سورة إذا أحصيت كلمة الله لا تجد شيء يتعلق يجب أن تحصي كلمة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس تكررت كثيرا وختمت بكلمة الناس من الجنة والناس آخر كلمة في القرآن الناس نعم في القرآن كلمة الناس إذا أخذت حروف الناس الألف اللام النون السين هذه حروف كلمة الناس نعم وجمعتها في سورة الناس تعطيك تسعة وأربعين حرفا سبعا في سبعة الله أكبر نفس العدد تماما فكأن الله يريد أن يقول لك هذه رسالتي من الله من سورة الفاتحة إلى الناس وبالتالي لو فكر أحد أن يضيف سورة أو يحذفها سوف يختل هذا البناء العددي المبهر وحان الله ولو فكر بتغيير ترتيب السور لاختل هذا النظام أيضا جميل 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 إذن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لحافظون انظر كم وسيلة تأكيد سبحان الله الواو للتأكيد وإن أداة تأكيد بناء العظم له لم يقل حافظون قال لحافظون استخدم لام التوكيد الله أكبر ليؤكد لك أنه محفوظ والحمد لله رب العالمين ننصحك ونرشدك إلى التركيز مع هذه الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون عدة توقيدات كما ذكر دكتورنا وعلمنا الجليل وهذا يجعلنا نتعجب عندما نرى أن هذا الحفظ لم يشترك فيه المسلمون وحدهم وإنما صخر الله عز وجل غير المسلمين لحفظ كتاب المسلمين فسبحانا من أنزل هذا القرآن على قلب النبي الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين صدق الله العظيم والله أوحى وصورا فاتم القمال بعطره والله أوحى وصورا